أسعد اللهم سأكون بكل خير مشاهدين الكرام أهلا بكم إلى عدد جديد من أعداد البلاد اليوم والتي نناقش فيها آخر حدث وهو نزول رئيس الجمهورية في قصر الأمم لإلقاء خطاب موجه للأمة هو الأول في تاريخ الجزائر الجديدة رئيس الجمهورية أخذ على عاتق هذا التقليد الجديد وغير المسبوق بقرار دستوري نزل في الجريدة الرسمية منذ ثلاثة أيام وبموجبه سيكون رئيس الجمهورية أمام خطاب للأمة نهاية كل سنة وهذه السنة كانت بطابع خاص إذ كانت فيه لرئيس الجمهورية فرصة لتقييم المنجزات والتأكيد على ما تم إنجازه خلال أربع سنوات وكذلك التطلع للسنة القادمة مشاهدين الكرام في هذا الخطاب الذي كان أمام نواب البرلمان بغرفتيه في قصر الأمم تناول فيه رئيس الجمهورية ما تم تحقيقه في الأوينة الأخيرة والسنوات الماضية وكذلك رسم خطة قادمة للسنة المقبلة قضايا تنموية هم تطرق إليها رئيس الجمهورية أقول قضايا تهم المجتمع تهم المواطن في حياة اليومية يتعلق الأمر بالتنمية يتعلق الأمر بالأمور السياسية الاجتماعية والاقتصادية وحتى الدولية والإقليمية وكانت في كلمة رئيس الجمهورية القضية الفلسطينية حاضرة نهيك عن القضية الصحراوية مشاهدين الكرام سنحاول أن نقرأ قراءة أولية في هذا القراءة أو في هذا الخطاب قبل أن نواصل في القراءة في محطات إخبارية وكذلك حصص لاحقة بحول الله إذن البداية في هذه القراءة ستكون مع ضيفي البروفيسور يوسف قاسمي ورئيس منتدى النخبة والكفاءات الوطنية مساء الخير أهلا بك مساء النور مرحبا شكرا على الاستضافة الكريمة نشكرك على تلبيت الدعوة بداية قبل أن نتحدث عن المضمون والموضوع نتحدث عن الشكل رئيس الجمهورية يخطب هذا الخطاب الموجه للأمة أمام البرلمان كيف تقرأه من ناحية الدستورية؟ جيد شكرا لك وتحية طيبة المشاهدين الكرام بداية أننا أقرأ هذه المبادرة الطيبة والمبادرة الحميدة من السيد رئيس الجمهورية وهو الشخص الأول الذي أفرزه الصندوق الانتخابي بعد انتفاضة الشعب الجزيري في 22 فبراير 2019 ويمثل الشرعية الأم بعده طرح مشروع الدستور وهو التأسيس لدولة أو جمهورية جديدة والتي رفع شعارها الجزيرة الجديدة ولذلك أؤكد على أن إقامة الحكم الراشد والأنظمة الديمقراطية التشاركية الحديثة تقوم على التكامل بين السلطات بالأساس وعلى رأسها طبعا السلطة التنفيذية والسلطة الشريعية والسلطة القضائية إلى جانب سلطات أخرى المكملة من هذا المنظور فإن رئيس الجمهورية احتراما للدستور ولشرعية ما طلب به الشعب الجزائري وكذلك احتراما لنواب الأمة بغرفته سواء مجلس الشعب الوطني أو نواب الأمة في مجلس الأمة وهما أيضا الفئة الثانية المختارة شرعيا والتي انبثقت أيضا من رحم مطالب الشعب وإرادته الحرة في انتخابات جواء 2020 ولذلك في العموم هناك شقين يمكن أن نقرأهما في هذه البادرة أولا شق احترام إرادة الشعب العودة إليه دوما عبر ممثله وسلطتي التمثيل في الدولة هما سلطة الرئاسة التي انتخب فيها السيد الرئيس الجمهوري يوم 12 ديسمبر 2019 وسلطة البرلمان بغرفته الذين تم انتخابهما لاحقا هذا من ناحية الشق الأول وهو احترام إرادة الشعب ومخاطبة الشعب عبر ممثله الشق الثاني يتعلق بالأساس بالجنب الدستوري وهو احترام الدستور الذي يكرس دائما إرادة الشعب والعودة إليه وبالتالي تكامل السلطات وبناء نظام ديمقراطي يخرجنا مما كنا فيه ويمكن أن يأتي الحديث لاحقا عن سياقات هذا الخطاب والدواعي التي دفعت إليه والمبغيرات الموضوعية وكذلك السياسية التي دفعت الرئيس الجمهوري لاتخاذ هذه البادرة الحسن على ذكر السياقات سيد يوسف جاسمي نتحدث عن السياق التاريخي الذي لم يغفله رئيس الجمهورية وكانت المناسبة أو إشارة تاريخية مهمة ربما لم نحترم نحن هذه المواضيع بالترتيب والنقاش ولكن سنأتي إلى نقطة نقطة لأنه قال أشهد لهذا البرلمان أو لكم بالنزاهة وأنكم أول برلمان لم يكن بالمال الفاسد وقال أنه لم يتوجه أي رئيس يخطب في الأمة عبط طريق البرلمان منذ خطاب رئيس الجمهورية الرئيس هوار بومدين سنة 77 ونحن على مشارف يومين من إحياء ذكرى وفاة الراحل هوار بومدين كيف تقرأ هذا السياق التاريخي؟ طبعا السياق التاريخي يأتي دائما في إطار بناء دولة الاستقلال التي طبعا كرسها بيان أول نوفمبر بالأساس والذي أكد في هدفه العام والكل وهو إقامة الدولة الجزائرية الدموقاتية الإجتماعية في إطار المبادئ الإسلامية ولذلك هناك أولا الدولة الجزائرية والدولة تقوم على المؤسسات ومن أهم مؤسساتها المؤسسات الشرعية طبعا ولذلك بعد الاستقلال كانت أولى بوادر تأسيس هذه الجمهورية والنظام المؤسساتي كانت بانتخاب المجلس التأسيسي الوطني في 20 سبتمبر 1962 وبعده انتخاب الرئيس الراحل أحمد بن بلا في 28 سبتمبر كرئيس الجمهورية لم يدم حكمه إلي ثلاث سنوات حدث ما عرفه بتصحيح الثورية أو انقلاب 19 جواه طبعا توصيفات مختلفة بحسب الأراء المختلفة بعده حكمنا مجلس قيادة الطورة من 1965 إلى 76 تشريع الهيئة الشرعية ولذلك جاء الرئيس الراحل هوري بومديين بماذا؟ بأول باضرة في مخاطبة الشعب عبر ممثليه وهو أول برلمان يؤسس بعد الميتاق الوطني وبعد الدستور بالضبط وهذا طبعا دائما وفاء واحترام لإرادة الشعب من ناحية وتأسيسا لثقافة ديمقراطية واحترام للدستور من ناحية أخرى من يومها للأسف حصل تعطيل أو حصل حصل ما حصل ما حصل أستاذ لمشي في هذا الأمر يعني بعيد عن السياق التاريخي نتحدث عن الحاضر رئيس الجمهورية أطناء على هذا البرلمان وقال أنه لم يكن بمال فاسد كيف يمكن لهذه المؤسسات القوية أن تبني الحكامة الراشدة؟ نعم طبعا حكامة الراشدة تأسس أولا على الإرادة الشعبية والإرادة الشعبية لما يقع تمثيلها عبر انتخابات حرة ونزيرة وعبر ممثلين يكونون شرعيون ويكونون أوفياء لبرامجهم الانتخابية أول برنامج الانتخابي طبعا هو برنامج السيد الرئيس الجمهورية الذي كانت فيه 54 التزام والرئيسه اليوم قدم جزء من هذه الحاصيلة التي أنجزها والتي وفى بها في معظمها نفس الشيء بالنسبة للبرلمان البرلمان أيضا انتخب ممثله لأول مرة خارج ما يعرفه الجزائريين المال الفاسد أو المال الفاسد أو الأسليب الأخرى التزوير أو غير ذلك طبعا وبالتالي رئيس الجمهورية لما يعترف بهذا فهو يحترم إرادة الأمة أولا ويقر بها ثانيا يحترم ممثلي الشعب لأنهم هم الذين يمثلون الواسطة هذا يزيد هذه التقة وهذه الشهادة من رئيس الجمهورية من أعلى يعني هرم السلطة لما يقول أشهد لكم بالنزاهة ألا يزيد في قوة الهيئة التشريعية لأن هذه المؤسسات كلها تخذ في سياق واحد هي خدمة الجزاء الجديدة نعم مؤكد لأنه لا يمكن ليد الواحدة أن تصفق كما يقال صحيح رئيس الجمهورية بدأ ببرنامج طموح ببرنامج الجزاء الجديدة واشتغل عليه من خلال منظومة تنفيذية من حكومات الآن رأنا في الحكومة الرابعة كلها اشتغلت على هذا لكن كل المشاريع وكل السياسات السيد رئيس الجمهورية تأتي عبر مشاريع قوانين القوانين هذه حتما تمر عبر الهيئة التشريعية الغرفة السفلة ثم الغرفة العليا ويقع مناقشتها وطبعا إثرائها ويدخال الكثير من التعديلات التي هي في النهاية تعبر ماذا؟ عن حاجات الشعب وأولوياته ولذلك التكامل بين المؤسستين من ناحية يبعث رسالة ثقة وطمؤنينة لهذه الهيئة المحترمة دستوريا والمحترمة أيضا من قبل أعلى مؤسسة دستورية اللي هي مؤسسة الرئاسة ممثلة في شخص الرئيس وثانيا أن يعطيهم القوة من أجل كذلك ماذا؟ التعاون مع الهيئة التشريعية ومع السلطات المحلية ومعها من خلال طبعا هيئة البرلمان المختلفة وأجهزته ولذلك في النهاية أنا أراه من زاويتين زاوية تقوية المؤسسات الدولة والزاوية الثانية هي خطوة في إطار تكريس الحوار والشراكة بين مؤسسات وهيئة الدولية العالم تفضل كلمة مهمة هي الحوار وهذه جاءت فيه خطاب رئيس الجمهورية قال قاطعت عن نفسي أن أتخذ من الحوار البناء ناجد للعمل ومن المصارحة أداة لتسيير شأن العام نتحدث عن الحوار قبل أن نتحدث عن مصارحة يعني ما هو دور الحوار في وصولنا إلى هذه المرحلة تعرف وسراء منذ 19 فبري صحيح لعل الدرس الأقوى والأبلغ لثقافة الحوار الغاسخة والثقافة السلمية هي التي كغسها الحراك الوطني الحراك الوطني على مدار السبيع طويلة ماذا؟ كان سلميا كان فيه كل الأفكار كل حساسيات الشعب الجزائري كل الطيارات كأنه برغمان في الشارع بالضبط بالضبط هو تعبير الحر لأول مرة لعله بعد 62 عالميا ليس في الجزائري نعم يخرج الجزائريون على مدى كل أسبوع وفي كل الولايات وفي الأيام الأخرى ويتحاورون ويترحون ماذا؟ يترحون غرباتهم وتطلعاتهم وطموحاتهم في ماذا؟ كأنه شاركوا في هذه الجزائر الجديدة هم اللبنة الأولى هم اللبنة الأسسوا هم اللبنة الأسسوا أسسوا أولاً لإرادة الشعل رقم واحد لأنه كان في السابق كان هناك احتكار للعصابة واحتكار لمنظومة الرداء والفساد التي عشناها ونعرفها جميعاً والتي جاء الحراك من إجل ماذا؟ يعادة سكة غطار للسكة وتصحيح المساء هذا رقم واحد رقم اثنين حتى برنامج السيد الرئيس الجمهورية واستلهمة بالأساس من نبض الشعب قالها في الخطاب قال أنا لم أكن تأخر وأتخلف عن نداء الشعب لما طالب بجزائر جديدة قال كان علي وأنا لدي مارس هذه السلطات وهذه المسؤوليات أن أكون في صف الشعب والحوار هو لغة الأمم المتحضرة لغة الأمم المتقدمة لغة الأمم الناهضة لأننا لدينا جدلية جدلية القوة وجدلية العقل جدلية الحوار جدلوية الاحتكار لما تسود الجدلية العقيمة المجتمعينها والدولة أيضا تتفكك وتتحلن وطبعا يحدث ما يحدث لما تسود قيم الحوار وثقافة السلمية وقيم التشارك وثقافة استماع بشكل خاص وهذا جزء من ثقافة الاستماع لأنه لما يأتي البرلمان ومثل الشعب يلبون نداء أيضا السيدة الرئيس ورئيس يقوم بالمبادرة وتبني الثقة وكل ماذا ينتظم داخل سفينة واحدة من أجل بناء هذه الجزائر فهذا سلوك نراقي جدا ومتحضر طبعا نجده في ثقافة الأمم الأخرى المتقدمة نبقى في هذا المحور قال هو رئيس الجمهورية الحوار وكذلك المصارحة وهذا ما ينم عن أشياء كثيرة لما نقول مصارحة نصارح الشعب لأننا كنا في وضع متأزم جدا كنا أمام كورونا كنا أمام انهيار اقتصادي عالمي في تطورات دولية فربما إذا كان ممشيش تنمية في مكان أو دون آخر فعلى المسؤول أن يصارح ورئيس الجمهورية في تسيير الشأن العام يؤكد عن مصارحة ما دور هذه المصارحة في ثقة المواطن لكي تسرع هذه الثقة بين المسؤول وبين المواطن هي أكبر شيء تفتقده السلطة والمجتمع هي الثقة ونحن فقدنا الثقة قبل 2016 وقبل الحراك ولذلك خارج الجزائريون يغفضون الواقع الواقع ويحاولون تغييره كما تكلمنا بالنهج السلمي الحضاري طبعا تلقف هذه الرغبة وهذا الطموح مؤسسات وهنا لا يجب أن ننسى مؤسسة الجيش الوطني الشعبي والمؤسسات الأمنية التي كانت مرافقة مرافقة للحراك من ناحية مرافقة لاستمرارية وسيرورة مؤسسات الدولة القائمة من خلال تلعب نعم من خلال أول الحفاظ على البناء المؤسسات لأنه لا يمكن أن تشطب كل شيء وتلغي كل شيء وتذهب إلى مسار آخر ومقاربة هذه عدمية نعم كانت متروحة نيومناية فكرة تأسيس وعاد تأسيس وكذا هذه إشكالية وشكون من الذي طبعا كان صمام الأمان وكان إلى حد مواسيط بين الشعب وبين ممثليه لاحقين هما مؤسسة الجيش ولعبت الدور المرافق كان في دول أخرى تلعب دور الإنقلابات وتلعب دور التصفيات الدموية وتلعب دور الانتقامات وكل شيء من العكس ولذلك استعادت جرعة الثقة لاحقا السيد الرئيس بعد انتخابه بطريقة ديمقراطية وتسلمه وبداية تحسس حاجات الشارع من خلال برنامج طموح مثل خاصة الفئات الهشة والفئات الضعيفة والمناطق الظل وإلى غير ذلك وراجع كثير من منظومات منظومات القوانين الأساسية لكل الإسلاك إلى غير ذلك كل هذه عززت الثقة وكان شيء آخر لافتا وهو حوارات السيد الرئيس سواء تلك اللقاءة الإعلامية التي كان يجريها دوريا مع رجال الصحافة أو من خلال تدخلاته المختلفة مع الهيئات ومؤسسات الدولة ولقائه أيضا للمجتمع المدني وآخرها قبل يوم خبث ثلاثة أيام طبعا يوم السبت كان لقاء أيضا للحوار والمواطنة والتنمية مع المجتمع المعدني وفعلياته وكذلك مع القوى الحية الاقتصادية ومع الطبقة السياسية وكل هذه الديناميكية حتى المجالس التي تم إنشاءها دستورية المجلس الأعلى للشباب المرصد الوطني المجتمع المدني مكافحة الفساد والشافافية إلى أي مدى هذه الوسائل الاستشارية الدستورية مساهمة فيما وصلنا إليه على خلال ربع سنوات هي طبعا الصفة الدستورية والصفة القانونية لأنها يأتي استشارية لكنها تمثل وسيطا جسرا وسط الجمهورية نفس الشيء السيد الكريم تذكرت منذ قليل اجتماعية الدولة وهذا ما كان في خطاب رئيس الجمهورية في جزء الثاني سنركز على هذه الإنجازات وهذا الطابع الاجتماعي لو سمحت بعض الفاصل مشاهدين الكرام فاصل قصير ثم نستكمل هذه الحلقة من البلاد اليوم ابقوا معنا أهلا بكم من جديد مشاهدين الكرام إلى هذه المتابعة الخاصة حول خطاب رئيس الجمهورية والموجه للأمة والذي كان اليوم بقصر الأمم أمام البرلمان بغرفتين مجتمعتين وفق ما كان من قرار لرئيس الجمهورية التأسيس لخطاب سنوي موجه للأمة يكون دستوريا ويكون كل سنة تكون فيه لتقييم المنجز وكذلك تطلع للأفاق ولكن هذه السنة كان بطابع خاص كونه يأتي لتقييم أربع سنوات من عهدة رئيس الجمهورية والتي كانت فيها التزامات أربعة وخمسين رئيس الجمهورية تحدث في كل القضايا الاجتماعية السياسية والاقتصادية وحتى الدولية كنا نناقش في الجزء الأول والسياقات التاريخية والسياسية التي جاء فيها هذا الخطاب الذي كان مثمرا ومتمنا إلى أبعاد الحدود كونه ركز على كل هذه القضايا التي تهم المواطن وكانت لرئيس الجمهورية فرصة لإبراز هذه المنجزات وهذه المكتسبات والتي يراها المواطن في الواقع نتحدث في هذا الجزء عن التنمية عن الطابع الاجتماعي للدولة وما تحقق في هذه المدة أربع سنوات رغم الظروف السياسية الدولية التي عرفتها الجزائر على سياق أو على غرار الدول الأخرى مشاهدنا الكرام أعود إلى البلاطو معي ضيفي بروفيسور يوسف قاسمي ورئيس منتدى النخبة والكفاءات الوطنية أهلا بك من جديد سيد القريب قبل أن نروح للطابع الاجتماعي قلت لك في الجزء الأول أننا نتحدث عنه لاحقا ولكن نعود من ناحية شكل أو مقاربة رئيس الجمهورية في خطابه أو في نزوله أمام البرلمان عرض مقاربة قال أن هذا الخطاب الذي أكد فيه على المنجزات هو على غرار عرض بيان السياسة العامة للحكومة أين أوجه التشابه والاختلاف طبعا أوجه التشابه والاختلاف تبدو أولا في المضمون لأن برنامج السياسة العامة يقدم السيد رئيس الحكومة قبل حوالي شهر أو كذا رئيس الحكومة السابق هو في النهاية هو حصيل لأنه هو الجهاز الحكومي هو يمث يطبق أساس برنامج السيد الرئيس بالأساس نحن أمام وزير أمول وليس رئيس حكومة بالضبط بالضبط وزير أول وهو يطبق برنامج الرئيس وهنا هذه لفتة دستورية نحن لعلّة من الدستور القليلة في العالم التي فيها صراطي رئيس الحكومة وغير السيد الذي يمثل إما الغالبية أو غالبية وغالبية انتخابية ثانيا بالنسبة لرئيس الجمهورية هو الراعي الأول لهذا البرنامج وهو القائم القائم والقيم عليه وبالتالي وهو الذي يمارسه الرقابة وله صلاحيات دستورية ولذلك ارطأ من باب أنا أقول من باب وانسن السنة الحميدة من باب أيضا التقارب مع ممثلي الشعب ومع فئاته المختلفة ارطأ أن يقدم حصيلة حتى قبل الأوان يعني مازلت سنة من عهداء الرئاسية وبعد ذلك هذا وهذا كل يدخل في سياسة في ثقافة الشفافية وثقافة المصارحة ويكرس ثقة بالضبط أولا الثقة لدى المسؤول الأول ولدى المنجز الذي يحققه طبعا من خلال الفويض الشعبي والمسألة التانية من خلال إشراك أيضا ممثلي الشعب ومنتخبه في ماذا إنجاز هذا البرنامج ولذلك نجد أنه تكريس للشق الاقتصادي والشق الاجتماعي كأولويات إلى جانب أيضا بالتوازي التأسيس لمؤسسات الدولة واستكمال البناء المؤسساتي وهذه خطوة نعتبرها خطوة في إطار تكريس البناء المؤسساتي وبناء الدول أمار صح التعبير بين المؤسسة التنفيذية ممثلة في رئاس الجمهورية وبين الهيئة تشريعية وهيئة الرقابة ممثلة في مؤسسة البرلمان بغرفته وحتى يعني الرقابة التشريعية على الرقابة التنفيذية لممثلة في الحكومة لأنه بيان سياسة العمال الحكومة بيان سياسة العمال الحكومة يعرض أمام البرلمان وهذا التزام دستوري نرجع إلى الطابع الاجتماعي سيد الكريم يعني ربما البعض الذي لا يتمعن في هذه الكلمة يقول أمر جزافي أو هكذا الكلام على عواهنها ولكن لما تشوف أو تقرأ مقاربة دولية تعرف قيمة الطابع الاجتماعي لأنه في الدول الأخرى تنازلت عن هذا الشيء أمام ماذا؟ أمام التطورات الاقتصادية أمام المشاكل المتفاقمة دوليا يعني مبقاش واحد يهتم بالطابع الاجتماعي لماذا الجزائر لا تزال ملتزمة بالطابع الاجتماعي للدولة قال لأنه بدلنا كل هذه الجهود من أجل تعزيز هذا الطابع إلى أي مدى الجزائر الملتزمة بهذا الطابع وهو الطابع الاجتماعي طبعا هذا الطابع كما أشرت في البداية أولا كرسة وبيانة والنظامبر وهذا أمانة وعهد ووفاء لواضعي هذا البيان والذي يمثل طبعا عقد ميلاد ثورتنا وعقد ميلاد الدولة المستقبلية لأنه فيه أسس بناء الدولة ممكن نشرح للمواطن أستاذ ونتا رئيس مجددا نخبة أشرح للمواطن ما هو هذا الطابع ما هو الطابع الاجتماعي الطابع الاجتماعي هو أن تتكفل الدولة من خلال ميزانياتها العامة ومن خلال برامج التنفيذية برامج التطبيقية بمدى دعم الحاجات الأساسية للمواطن في شقها الاجتماعي مثلا كما السكن مثلا كما التعليم المجاني مثلا توفير كل الظروف المنائمة مثلا الصحة مثلا البطالة وعندنا مؤشرات ويمكن ذكرها السيد الرئيس أكثر من 2.5 مليون من من تم التكفل عليه مناطق الدل ومناطق الدل كانت مناطق حتى سمي سنفسر في ذلك نعم وأيضا التكفل بكل الحاجة حتى موضة الأساسية موضة الغذائية يعني ربما أسمحني لو كان نشوفوا هذا سعر الخبز ليباع في الجزائر لما نقصوه بالسعر الدولي يعني سعر مرتفع ولكن دولة ترفع هذا الفارق هذا التزمب في الزيت في السكر حتى في الواقود يعني كل الخدمات الأساسية بل نذهب حتى حتى الخدمات الوقود يعني لما نشوف إحنا الوقود عندنا بأنواع مختلفة قياسا إلى جيراننا في تونس أو في دول أخرى فارق شاسع جدا والدولة لا تزال إلى اليوم تدعم هذا إلى جنب كما أشرت من المواد الأساسية المواد الغذائية إلى جنب طبعا اليوم المواد البسيط يدير فحص طبي عند خاص ويدير فحص طبي في مؤسسة عمومية يدير عملية عند عملية ولادة قيصرية لزوجته في مؤسسة دولة بـ 10 ألاف بـ 10 ألاف وبين الأخير بـ 7 ملايين ويدير مثل عملية أخرى مرضية يعرف قيمة الاجتماعي الدولة هذا هو ما معنى الجنب الاجتماعي الجنب الاجتماعي أولا إحنا الفضل لربي سبحانه ثانيا الفضل الشهداء للأبرار اللي يضحاوا كرسوا هذا المبدأ ثم لي من حكم البلاد نلتزم بهذا المبدأ سواء من عهد رئيس بن بلا يعني إذا الشعار لما نقوله جزائر الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ما وش كلم عادي يعني لا هو جسيد عملي وإحنا وتيحت لنا فرصة أن نزرنا بلدان وشفنا الغلاء الفاحش وشفنا التوحش خصوصا هذه الأيام يعني من كورونا ورواحة حدث منفيلات وتحدث تصاعد تصاعد في الأسعار في الأسعار خاصة وهذا أضعف القدرة الشرائية بحيث أن الناس أصبحوا عاجزين حتى عن سد حاجاتهم منسوش السكن السكن عندنا عشرة عدة سياغ من السكن الاجتماعي للتساهم للسكن عدل وبرنامج عدل سيطلق إن شاء الله برنامج ثلاثة يبتدأ من السوداسي الأول من 2024 والدولة تساهم في حفظ وهذا كل حفظ لكرامة المواطن وحتى يحس بمواطنته وحتى يستفيد أيضا من ثغواتي على ذكر الطابع الاجتماعي كذلك القدرة الشرائية مهمة يعني رئيس الجمهورية في هذه العهدى لم يعقفل الطابقة العاطلة عن العمل لدوره معينة قد تكون يعني خرجية الجامعات أو حتى يعني ماكيتين بالبيت تحدث عن 2 مليون وأكثر وفاصل 5 مليون مستفيد من هذه المنحة هذا إنجاز ربما سابق في تاريخ الجزائر إلى أي مدى هذا أعطى قوة التماسك الوطني والتماسك الاجتماعي طبعا هذا أولا من احترام لمواطنة الجزائرية ومحاولة تفعيل فكرة المواطنة وثانيا التزام بالتقيم بالالتزامات البعد الاجتماعي والبعد الاقتصادي الذي كرسته النصوص والمواثيق والدستور إلى آخره المسألة الثالثة والتزام السيد الرئيس كذلك بالدفاع عن الفئة الهشة والطبقات العامة خاصة هذه الفئة وفئة الشباب على وجه الخصوص حظيت بموقع مهم جدا في اهتمام السيد الرئيس وفي رؤية الجزائر الجديدة أول من خلال إنشاء المؤسسات إنشاء المجلس العلال للشباب إنشاء المرصد الوطني المجتمع المدني مؤسسات الوساطة الجمهورية مؤسسات كثيرة جدا وتشجيع هذا والبرانج المختلفة وفي المستوى الثاني أن الطلاب كذلك وأنا أقرأه من زاوية حتى زاوية الأمن الاجتماعي زاوية الاستقرار يعطى أولا الأمان والثقة لهذا الشاب المتعلم الذي يبذل جود وتخرج وطبعا لم تتح له الفرصة الآنية أقول الضغفية للحصول على منصب الشغل ولكنها الدولة تكفلت بجزء من على الأقل بمنحة نسميها منحة وليس تلاتي بن منحة من أجل تحضيره لمرحلة قادمة طبعا وهذا استفاد ومنه كثير من طبعا أكثر كما ذكر السيدة الرئيس كثير من 2.5 مليون ولا تزال العملية جارية وأعتقد أنه في حتى تعديلات يمكن تحصل في 2024 وتتعلق بهذا الملف خاصة وحتى كذلك زيادات الأجور فيه التزام نصل حتى 47% من الزيادات منذ سنة 2020 إلى غاية 24 فيه زيادات على مستوى المتقاعدين على مستوى كذلك الموظفين وحتى فيه لأنه رئيس الجمهورية في مجلس وزراء أمس تحدث عن الشبكة الاستدلالية والتعويضية بالنسبة لقطاع التربية لقطاع الصحة الإمامة وغد ذلك من بين القرارات الهامة التي تتخذها اليوم رئيس الجمهورية في هذا الخطاب وحملت بشارة هامة بالنسبة للجالية الوطنية في الخارج هذا المورد الهام بالنسبة لجزائر يؤكد في خصوصه رئيس الجمهورية أنه فيه تخفيض يخص 50% من أبناء الجالية خصوصا في شهر رمضان الكريم كيف تقرأ هذا القرار الرئاسي طبعا أنا أقرأ المسألة من كليتها العامة والمواطنين الجزائيين سواء الذين يسكنون أرض الوطن والذين جاليتنا الكريمة في الخارج هم جزء أصيل وقطعة أصيلة من مكون الشعب الجزائري سواء كانوا في أوروبا أو في غيرها من البلدان الأخرى العربية وبلدان الجواء ولذلك الالتزام جاء سابقا حتى تعديل في الوزارة الوزارة الخارجية الجالية الوطنية بالمهجر لأول مرة كانت سابقا كتابات دولة ولكنها كانت تقريبا صورية لم تمس واتخذت عدة تجراءات حتى إدماجهم في استفادة من السكن عدل والسكن الاجتماعي السكنات التساهمية وغيره ونفس الشيء تخفيضات من أجل التحام العائلة وعودتهم وفي المناسبات وإلى أهليهم كل هذا يعزز ما يسمى أو ما يمكن أن نؤكد عليه فكرة التلاحم الوطني وفكرة ماذا وحدة المجتمع وفي نفس الوقت إشارة أو غسالة ضمنية لهذه الجالية بأن ماذا تساهم هي الأخرى سواء بخبراتها كمثل نخب الكفاءات الوطنية سواء من حيث الأموال باستثمارات بكذا في إنجاز ماذا مشاريع وبرامج وقيت الجزائر الجديد يعني هذا المصطلح لم يكن يعرف ويعرف سابقا ولكن مؤخرا في السنوات الأربع الأخيرة ظهر هذا المصطلح بكترة وبي إعلاميا وحتى مواطناتيا يعني إلى أي مدى هذا الاهتمام زاد في تماسك الدولة وتماسك المواطن والمجتمع الاهتمام بما نعتقد معدناش يعني نسمع مشاريع في ولايات فقط وإنما المشروع يدخل حتى للقرية للريف إلى غير ذلك نعم هي الحقيقة أنه المرحوم الرئيس بومدين كان نركز كثير على هذه من خلال القرى الاشتراكية ومن خلال بناء البنية التحتية الفلاحية والبنية القدمية والمدارس والطرقات إلى أخير مشات ربما أزمة 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 الفين وستو ثمانيين أزمة البترولية ثم العشرية التي تخلنا العشرية السوداء وما تلاها بعد ذلك من فلاد على المستوى الحكامة خاصة على المستوى الحفاظ على المال العام كل هذا ربما غيب هذه المناطق ولم يعطيها حقها الرئيس بحكم تجربته ومساره كمسؤول إداري من أدنى من شاف دائرة كما نقول من رئيس دائرة إلى رئاسة الجمهورية تولى الكثير كل دولة بالسلطان يستشارك هذه معرفته وخبرته جعلته يعرف بشكل جيد قضايا وهمم الجزائريين ثم في النهاية هذا جزء طبعا من استرداد للكرامة الجزائري من الجزائري قيسوا في كل شي متقيسوا في كرامته كرامته الأولى هي شرفه الشخصي وشرفه الوطني واستقلاله والمستوى الثاني هو شرفه الحياة هو أن يعيش حياة نتريم والجزائري من الشعوب المعروفة أنها لا تقبلوا لا تقبلوا الدليل أنها خلصة الحلفة الأطلسي بالضبط بالضبط ولذلك اهتمام بمناطق الظل مسى ثلاثة ولايات في البداية خنش لو تسمسيل ثم مؤخرا تندوف كما أنه أيضا مسى الأرياف والقرى وما ننسوش أنه الإرهاب الأعمى في التسعينات هجار الكثير من الجزائريين وأفقدهم ممتلاكات والدولة من أجل إعادة التوازن الديمغرافي وإعادة التوازن الحضاري وتنمية المناطق الريفية ومناطق الظل هي أتبرنامجا خاصا وفوضت حتى الوزير الداخلي الحالي اليوم كان سابقا مكلف بهذه المهمة وأنجزت الكثير جدا ما تبقى من وقتنا في هذه الحلقة أقل من دقيقتين سنخصصه للمحور السياسي والدولي الإقليمي رئيس الجمهورية لم يغفل قضيتين قضية فلسطين وما تعانيه غزة اليوم وكذلك القضية الصحراوية التي يقال قضية تصفير السعمار ولكن نقف عند كلمة مهمة تكرر رئيس الجمهورية قال يعني وقفنا أمام أو وقفنا بجانب البجتمع الدولي والمنتظم الدولي في إطار أممي لا يعني كرهنا لإخواننا الأشقاء ماذا يعني هذا الكلام هو إحقاقون الحق هو المبدأ العدالة ومبدأ قير مصير الشعوب مبدأ ثابت ولو لم نؤمن به ويؤمن به إسلافنا وابأنا ومجدنا لما تحررنا نحن لأن هناك شعوبا أيضا سندتنا نحن أيضا انطلاقا من هذا المبدأ وهذه قيم نبيلة قيم إنسانية بالدرجة الأولى البعد الثاني هو احترام لشرعية دولية نحن لم نقوم بشي فقط قضية في الأمم المتحدة والأمم المتحدة قررت مبدأ حق الشعب السحراوي في تقير مصيره ولذلك نحن ندعم هذا الحق وجيراننا المغربة هما أخوتنا هما أشقاءنا تقاسمنا تقاسمنا هم الاستعمار وحاربناه مع بعض وكان جزء من جاليتنا في تونس والمغرب وبعد الاستقلال لكن ربما الغرور وشيء من الكبرية أو شيء من الحمق السياسي دفع النظام السياسي في الجارة الغربية إلى الذهاب بعيدا سواء في انتهاك حرمة هذا الحق وعدم الاعترام بالشغرية الدولية وتجسيدها أقل من دقيقة أستاذ لأنه نمكن نغفل القضية الفلسطينية في أقل من دقيقة ماذا تحقق للقضية الفلسطينية خلال أربع سنوات الأخيرة أنا في تقديري أن الجزائر تشكل واحدة من الدول الثابتة على موقفها المدعمة القضية الفلسطينية بكل فصائلها واليوم أنا نحي أبطال غزة وكل أبطال الشعب الفلسطيني الجزائر صوتها نشاز في الدفاع عن قضية الفلسطينية وليس صوت ضرفيا أو له حسابات استراتيجية أو كذا بل هو رؤية استراتيجية نعم قضية إنسانية قضية عادلة وقضية أخلاقية بالدرجة الأولى شكرا وسوف ينصفهم التاريخ وينصف الموقف الجزائري إن شاء الله إن شاء الله شكرا كان بروفيسور يوسف جاسمي رئيس متدى النقبة والكفاءة الوطنية على هذه المشاركة القكبر سقديمة بحول الله مشاهدينك كرام البلاد اليوم انتهت ولكن فقرات البلاد متواصلة سلام الله عليكم